ان شاء الله في الفيديو ده نقدم لكم موبايل مميز جدا موبايل خرافي من شركة ريلمي هو الريلمي جي تي سيكس في الفيديو ده تعرف كل حاجة عن الموبايل تعرف مواصفاته تعرف مميزاته تعرف عيوبه هتعرف سعره مش هتخرج من الفيديو ده اللي لو انت عارف كل كبيرة وصغيرة عن الموبايل خليكم معنا الاخر الفيديو يلا بنا نبدأ ونقول بسم الله اول حاجة هنتكلم عندي على التصميم تصميم الموبايل جاي كله من البلاستيك سواء الضكر او الفريم وزن الموبايل مية تسعة وتسعين جرام الموبايل في مقاومة للمية والغبار بشهادة اي بي خمسة وستين وطبعا هي مش مقاومة كاملة للمية هي مجرد لرزاز المية بس اما لو هنتكلم عن الشاشة فالشاشة هي نشرة وميزة جدا هي جاية من نوع التي بي او اموليد قياس بتاعها ستة تمانية وسبعين من مية بوصة والدقة بتاعتها الفين سبعمية وتمانين في الفين واربعة وستين بيكسل كسافة بيكسلات ربعمية وخمسين بيكسل لكل بوصة معدل تحديث مية وعشرين هرتز وبتدعم الدول بفيجن والHDR 10 بلس واقصى درجة ستوح للشاشة دي هو 6000 شمعة وده رقم كبير جدا والشاشة دي عليها طبقة حماية من نوع كورنين جوريلا فيكتو ستو الشاشة هنا شاشة ميزة جدا اما لو هنتكلم عن المعالج فهو معالج خرافي من شركة كوالكم والسناب دراجون 8 اس جين سري ده معالج سومان النوادق التصنيع بتاعته اربعة نانو متر والمعالج الرسومي اللي موجود فيه هو الادرينو 735 معالج ده معالج كويس جدا ويسد معك في كل حاجة السوفتوير اللي في الموبايل ده هو اندرويد 14 مع واجهة ريلمي الريلمي Ui5 وده احدث نظام تشغيل موجود حاليا بالنسبة الاندرويد اما لو هنتكلم عن الكاميرات فالكاميرا الامامية هي 32 ميجا بيكس لفتحة عدس F2.5 من 10 وبتصور معك فيديوات لحد 4K ودي كاميرا مميزة جدا والكاميرات الخلفية هم مثلا الكاميرات الاساسية 50 ميجا بيكس لفتحة عدس F71 من 10 وفيها مصبت بصري والكاميرا التانية 50 ميجا بيكس لفتحة عدس F2.0 ودي بتاعت التليفوتو اللي هو التقريب يعني والكاميرا التالتة 8 ميجا بيكس لفتحة عدس F2.2 من 10 ودي بتاعت التصوير بزاوية واسعة وبرضو هتيجي تلاقي معاه فلاش في الكاميرات الخلفية وبتصور معك فيديوات لحد 4K عندك برضو البطارية بطارية عملاقة 5500 ميلي أمبير وبتدعم الشحن السريع 120 وط وبتشحن معك من 0-50% في 10 دقيقة بس ومن 0-100% في 28 دقيقة بس الموبايل نازل بأكتر من إصدار أول إصدار أو أول نسخة هي 256 جيجا مع 8 جيجا رام وال 256 جيجا مع 12 جيجا رام وال 512 مع 16 جيجا رام وللأسف لا يوجد مكان لتركيب كارت الممري الموبايل فيه سماعات ستيريو للأسف لا يوجد منفذ 3.5 ميلي بتاع السماعات فيه NFC فيه IR لو تقدر تشغل موبايل كارمود للأجهزة الكهربائية عندك فيه بصمة تحت الشاشة في فيز ألوك طيب سعر الموبايل ده كام؟ سعر الموبايل ده للنسخة الكبير اللي هي 512 و 16 جيجا رام هو 750 دولار او ما يقابل الرقم ده في عملة بلدك طيب سريعا كده ايه هي اهم مميزات الموبايل ده اهم مميزات الموبايل ده البطارية عندي بطارية خرافية هتشحن معك من 0% في 128 ديئة بس وهتلاقي ان الشاحن بتاع البطارية دي جاي معك في قلب العلبة مش هتضطر تشتريه عندك شاشة أملت خرافية ودرجة سطوع 6000 شمعة فدي حاجة خرافية زيها زي الفلاك شب بالزبط عندك المعالج هيدك اداء خرافي سواء في الاستخدام اليومي او في الالعاب عندك فيه سماعات ستيريو عندك فيه كاميرات خرافية سواء الامامية او الخلفية عندك الموبايل فيه مزايا كتير للاي اي اي لغو الزكاء الاصطناعي عندك فيه بصمة تحت الشاشة عندك فيه فسئة لك عندك فيه احدث نظام تشغيل موجود لغو اندرويد 14 مع وجهة ريلمي عندك مغزم المستشارات تتلاقيها موجودة زي التصارع والقرب والبوصلة والجايروسكوب ايه هي اهم عيوب الموبايل ده مفوش مكومة كاملة المايا والغبار مفوش منفز 3.5 ملي بتاع السماعات مفوش مكان لتركيب كارت موموري الموبايل جاي كله من البلاستيك للأسف مش من الازاز كده قلنا لكم كل حاجة عن الموبايل ما ان يكون الفيديو عجبكم